بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في العام 1979 وعلى منصة مهابة في روضة شهداء الثورة أو جنة زهراء في طهران يعلن الإمام الخميني ولادة الجمهورية الإسلامية في إيران لماذا اختار الإمام قدس سره روضة شهداء الثورة لإعلان الدولة لماذا لم يعلنها من البرلمان أو من حسينية الإرشاد لماذا بالتحديد من روضة شهداء الثورة في اعتقادي أنها دلالة على ما أنجز يعود للشهداء الذين يبنون بالدم مجتمعهم فالشهداء أحياء لا يمتون وفي دمهم تتجلى الحرية في روضة شهداء الثورة في طهران شيع ابن المدينة والقرية وعالم الدين والأستاذ الجامعي والطالب والفلاح والكبير والصغير والمرأة والرجل والطفل أرد الإمام أن يقول للعالم أن هذه الدولة من منجزات هؤلاء وعلى العالم أن يتنبه بهذه الدماء الإمام الخميني قدس سره في القرن العشرين أعطى لكلمة الله أكبر معنا الإمام الخميني منهجا وفكرا هو عنوان هذه الحلقة ويسعدين أن أصديف الباحث الإسلامي سماحة العلامة الشيخ الدكتور حمد جعفر شمس الدين أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ أهلا بكم يعني ولابد في البداية ولكل عالم الإسلام والمشاهدين أن نهنئ الأمة على انتصار هذه السورة في الواقع سماحة الشيخ الدكتور محمد جعفر شمس الدين قبل أن نبدأ حوارنا عن الإمام كشخص كمنهج لنشاهد هذا التقرير أولا يبين في عودة الإمام من فرنسا إلى الطهر محمد جعفر شمس الدين أي خمهج أي دور إمام انتظارت شهر ارمسلمان محمد جعفر شمس الدين أي خمهج أي محمد جعفر شمس الدين المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أن الإمام رضوان الله عليه كان من خلال اطلاع على كثير من مواقفه وآثاره التي ما زالت فاعلة وحية حتى الآن لا في المجتمع الإيراني فقط وإنما في العالم الإسلامي بل العالمي كله كان عظيما من عظماء الأمة الذين عرفتهم الإنسانية على امتداد تاريخ أطلاع وأنتم تعلمون بأن العظيم من بني الإنسان إنما يتميز بشخصية متفردة متميزة ذات نسيج مميز وهذا النسيج هو عبارة عن خصائص تكون السدى واللحمة لهذه الشخصية وبالتالي عندما نريد أن نقول دماذا انجذب الشعب الإيراني ومن بعد الشعوب الإسلامية بشكل عام لا أقصد الأنظمة لهذه الشخصية أن هذه الخصائص التي تميز بها الإيمان تشكلت من خلال ما يخزنه من المفاهيم والقيم والمثل الإسلامية التي تربى عليها منذ نعومة أطفاله لذلك أنا سمحت الشيخ محمد جعفر يعني مما ذكر عن الإمام قدس سره أنه عندما انتصرت الجمهورية أو الثورة بالأحرى عندما انتصرت في الثورة فجاءوا إليه وقال له ماذا تريد فقال أنا ماذا أريد اسألوا الناس ماذا يريدون هذا هذا قمة الحب والعشق للناس حكما أود في البدايات أيضا سماحة الشيخ أن تحدثنا عن الحب والعشق الإلهي في شخص الإيمان أيضا وخاصة كما أعلم كان لكم لقاء مع سماحة الإيمان في البدايات الحقيقة أن هذا الموضوع سوف نعطيه حقه من البحث في أثناء هذه الندوة إن شاء الله ولكن أختصر هنا فأقول بأن فصائص الإمام القميني قد سسره إنما تشكلت من مفاهيم وقيم الإسلام التي هي في الحقيقة تنظر إلى الإنسان بمقاييسها هذا الإنسان الذي أراد الله له أن يكون خليفة في الأرض هذا الإنسان في من خلال هذه القيم والمفاهيم والمبادئ الإسلامية لا يمكن أن يكون مجردا عن الكرامة مجردا عن النظر إليه كإنسان وأن يكون معززا مكرما معظما يملك كل الإمكانات التي تؤهله ليملأ هذا المركز الذي أراد الله له أن يملأه فيه ولذلك عندما تقولون بأن الإمام كان يستبطن الحب لهؤلاء والعاطفة والرحمة إنما كان ينظر بعين الله إلى هذه الشرائح التي هي مخلوقات وخاصة عندما يلتفت المطلع على تاريخ هذا الشعب من خلال قرون طويلة أنه كان مستعبدا ومظلوما من قبل الطغاة والظالمين الذين لا يمثلون أي نموذج من النماذج التي قصد بها الإنسان الخليفة في العرب ومن هنا نجد بأن هذه القيم والمفاهيم هي التي دخل بها وكان قبل دخوله يوم الانتصار ويوم رجوعه إلى طهران من باريس كان يملكها قبل عقود من السنين عندما ابتدأ حياته الجهادية العلمية والتربوية والجهادية على انفداد أكثر من خمسين عام وبالتالي نجد بأن هذا الوضوح الذي كان يملكه الإمام بالنسبة لنفسه باعتباره مؤتمنا على قيم ومفاهيم ومبادئ وفي نفس الوقت هو إنما كد هذا الكد وعذب هذا العذاب وتحمل ذلك الظلم إنما من أجل أن يجسد هذه القيم والمفاهيم من خلال تحرير هذا الشعب ومن ورائه تحرير الأمة الإسلامية بكل أبعادها بقطع النظر عن مذاهبها وتوجهاتها الأخرى نعم في هذا الكلام الطيب سمحت شيخ يعني أنا بين ولو استدراكا وكما كان في السؤال يعني كان لكم شرف اللقاء سمحت الإمام ومتى التقيتم به كأول لقاء ولو هيك كلام هو استدراكي فقط وليكن نتابع الحوار نعم سمحت الحقيقة أن تحركات الإمام في مثل السن التي كنت فيها في النجف لم أكن مطلعا عليها لسببين السبب الأول هو انشغالنا بحوزتنا وبالهدف الذي ذهبنا هاجرنا من أجل تحقيقه إلى النجف الأشرف كجامعة عالمية دينية سني لم يكن إلا سن فوق المراهقة بقليل شايفين كيف نعم هاي ناحية ناحية الثانية أن الأسلوب الذي استعمله النظام الحاكم في إيران في ذلك الوقت لا بالنسبة إلى الإمام فقط الإمام الخميني قد سسره وإنما بالنسبة إلى كل الجسم العلمائي والفقهائي في كل أسقاع إيران كان يخشى كأي ظالم في الأرض يخشى هذه العمامة وهذا الشخص الذي تربى بالمفاهيم والقيم يعني إذن كفيفة فترة النجف أول معرفة أول لقاء شرف لقاء لست كشخص وإنما كمظاهرة ضخمة من العلماء والفقهاء ومراجع التقليد وطلاب العلم والناس أيضا التي استقبلت الإمام يوم دخل النجف الأشرف عام 1965 وفي تلك الفترة كان لقاء ضخما في صحن أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد ملاصق للصحن الشريف الذي هو مسجد عمران كما أتذكره وهو مسجد قديم حتى أتذكر أن شكله الداخلي كان قناطر وشيء من القديم وهناك حكما هناك تكلم بعض العلماء وتكلم الإمام القميني ربوان الله عليه كان هادئا نفس كان بعد كل هذه الرحلة من العذابات في المنفى وفي داخل إيران قبل أن ينفى كان طيبا نفس كان وجهه وجها نورانيا وكان هادئا كما أهدناه على امتداد ما قبل الثورة وأثناء الثورة إلى أن توفي ربوان الله عليه يعني الله عليه لذلك وهناك أيضا سماحة الشيخ ألقى المحاضرات المحاضرات اللي سوف نتكلم عنها بعد قليل سماحة الشيخ همد جعفر في الواقع أود أن أنتقل في الكلام عن شخص الإمام إلى نقطة أيضا أخرى وحب أن أثيرها الآن معكم سماحة الشيخ يقولون اليوم عند الشيعة تسع نظريات في الحكم خلال فترة ألف سنة كتب الشيعة ثلاث نظريات مع الشيخ المفيد والشيخ الكركي ونائيني ولكن مع الإمام الخمين ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران يكتب ست نظريات يعني كأن هناك دفع لهذا العقل أن يفكر ما الذي امتلكه الإمام ما لم يمتلكه غيره حتى استطاع أن يحدث هذا الحدث في الأمم سؤال وجيه والحقيقة عندما نوجه إلينا مثل هذا السؤال بحكم اطلاعنا على المنح الفكري والمسلكي والنظرة لمن تقدم الإمام الخميني في منذ يعني أستطيعا أقول منذ مئات السنين قبل قبل ثورة الإمام الخميني وظهور الإمام الخميني هو أن العصور الظلم التي تعاقبت طيلة هذه العقود من السنين السابق كانت تؤدي إلى نوع من الضغط ونوع من الظلامية بالنسبة لهؤلاء الفقهاء بحيث أصبح لديهم دائرة ضيقة للتفكير فيما يتعلق بنظام الحكم الإسلام أي أن النظرية التي كانت سائدة آنذاك هو يضغى عليها أن تكليفك إلى هذا الحد وتقف أو أن أي تحرك فيه خطر عليك أنت لا يجوز لك أن تقوم به بأن تلقي نفسك في التهلكة وبالتالي أصبح هناك على امتداد العقود من السنين سواء كان في الحوزات العلمية أو في الوسط الشعبي الذي يتبع هذه الحوزات أصبح هناك نوع من التخوف أو من الانكماش أو مما نسميه نحن بالضوابط القاسية التي تمنع الإنسان أن ينظر إلى ما هو مهدد لحياته أو مهدد لبعض ما يتعلق بهذه الحياة ولذلك نجد بأن الضابط الذي كان موجودا كان هو الذي يحدد مسار التفكير يعني أصبح هناك نوع من الجمود نوع من التحفظ على السابق وبالتالي من ناحية هيا من ناحية من ناحية ثانية أننا عندما نجد الإمام بهذا الشكل قام بهذا الإنجاز العظيم وانتصر في النهاية يجب أن نربط بين هذا وبين الجو والدائرة التي فهم فيها الإمام منطق الإسلام في موضوع الوقوف في وجه الظالمين والصبر على أذاهم ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولذلك ثقافة الإمام نحن الآن عم نحكي في مجال خمسين دقيقة الآن إذا يريد الإنسان أن يتحدث عن تاريخ حياة الإمام قبل أن يقوم بأي شيء نجد بأنه كانت ثقافته لا تقتصر على موضوع القاعدة الفقهية أو على موضوع النظرية الأصولية وإنما هو تتلمذ على كبار العلماء في 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 أراك وفي تبريز وفي خمين قبلها عندما كان في بداية مراهقته وانتقل إلى قم لتتلمذ على كبار العلماء في قم من خلال إنهائه وهضمه لكل العلوم العقلية والنقلية بل بل إني وجدت في بعض تاريخ حياته أنه أصبح متخصصا حتى في علوم الرياضات النفسية في علوم الأخلاق في علوم في الطلاعه في الطلاعه على ثورات حدثت و أمم سادت و حضارات سادت ثم بادت هذا يملك مخزون عظيم يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه النتيجة يعني الإمام الله يقدس روح تجاوز عمره السبعين عندما قام بثورة هذه روح تمتلك حب التغيير خدمة الناس كما تقولون أكثر من ذلك مما قرأت وأحب أن تصحح لي إذا كان الموضوع سماح الشيخ أن موضوعة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر قبل مباحث الإمام كانت تحذف لفترة طويلة من الفتاوى الشيعية غير موجودة في كتب الرسائل أو الفتاوى الشيعية بعد الإمام أصبح مبحث الأمر بالمعروف والنهي على المنكر مبحث أساسي في رسائله العملية هل أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي على المنكر أيضا من خصائص الروحية للإمام كما تتفضل هذا الشيء الذي ذكرته قبل قليل عندما نقول وكما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريف أن الإنسان المؤمن يجب يعني يصل إلى مرحلة الكمال عندما لا تأخذه في الله لومة لائم صحيح حتى وضع الأدعية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه وغيره من الأئمة سلام الله عليهم نجد مثل هذا الإيحاء بشكل واضح بشكل واضح يدعو الإمام بأنه اللهم أعني على نفسي حتى لا أخاف فيك لومة لائم وبالتالي إذن الإمام إنما تربى على هذا من خلال ثقافته وأنا هنا وصحح شيء تقولون بأن الإمام قام بثورته وكان عمره سبعين عاماً وإنما عندما نراجع تاريخ جهاد الإمام نجد بأنه ابتدأ قبل خمسين سنة من انتصار الثورة يعني عندما هو ولد سنة ألف وتسعمية واثمعش أو خمستعش أو في حدود هذا الشيء نجد بأنه هو بعد عندما وصل إلى العشرين سنة كان قد تتلمذ على كبار العلماء في خمين أبوه كان آية الله في خمين نعم ودرس في النجف الأشرف أبوه وأخوه أيضاً كان من العلماء الكبار وهناك كبار العلماء قد تتلمذ عليهم فإذن مخزون الخمسين سنة هذا الذي أنتج هذه الرؤية الواضحة لكي يقدره الله على نصره في تحركه الذي ابتدأ في المستقبل المنظور قبل عشرين أو خمسة وعشرين سنة الأمر الآخر أيضاً سمحت الشيخ لنستفيد من وجودكم أنه الإمام يعني قبل الإمام الفقهاء كما أشرت منذ قليل إلى هذه النقطة ولكن أحب أن أتوسع بها قليلاً أنه قبل الإمام كان عندما يتكلم عن الفقهاء يتكلم عن وجوب أو شروط الوجوب لقيام حكومة إسلامية كان يعتبر هذه شروط شروط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة الحج من يستطيع كما تفضلت ولكن مع الإمام أصبح هناك شروط الوجوب واجبة كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة يعني لا يمكن أن يكون هناك صلاة من دون وضوء فاعتبر أن الإنسان أن يطلب إقامة حكومة إسلامية هي واجبة هذا انقلاب في الفكر قبل أن يكون انقلاب في الواقع أي انقلاب أحدثه الإمام في الأمة وفي فكر الأمة الحقيقة الانقلاب كان نتيجة انصهار هذه القيم والمفاهيم التي تحدثنا عليها ومبادئ الإسلام الأساسية الصافية انصهار انصهار المفاهيم مع الإمام الخميني وانصهار الإمام الخميني مع هذه المفاهيم وبالتالي هذا عندما يحصل هذا الانصهار يتحول الإمام الخميني أو من كان على شاكلته في التاريخ إذا وجد لديه هذا الصفاء والنقاء والانصهار يتحول إلى طاقة لا تقف في وجهها شيء يكون قد فهم النصوص على حقيقتها ونظر ببعد وعرضها على تاريخ هو الطلاع عليه وحضارات هو الطلاع عليها وأنظمة هو الطلاع عليها في التاريخ وكانت أنظمة ظالمة منحرفة عن الإنسانية والواقعية عندئذ لابد وأن يؤدي ذلك إلى شعور الإنسان العادي في المجتمع الذي يوجد فيه مثل هذا القائد عندئذ يؤدي إلى إيمانه به وخاصة عندما يرى بأن ما يلقيه من مفاهيم ومبادئ هي مفاهيم صافية ليس فيها غبش وليس فيها غموض وإنما تتناغى وتتناغى مع نفس هذا الفرد من الشعب أو هذه المجموعة من الشعب هذا لم يكن موجودا في الماضي لا لأن الفقهاء في الماضي قبل الإمام لم يكن لديهم إيمان بمفاهيم ومبادئ وإنما كما قلت سابقا هذه الحاجة يعني ما أريد أن هم على رؤوسنا وفي قلوبنا كل فقهاء في التاريخ لأنهم عذبوا وأوذوا في سبيل الله في ذات الله وإنما 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 كان عندهم نوع من الضوابط التي ربما فسروها بحسب ثقافتهم أو بحسب نقص ثقافتهم عن فهم الإمام وثقافة الإمام نعم لذلك أنا سمحت الشيخ يعني هنا أريد أن أضيف شيء الحقيقة الإمام عندما ابتدأ بنهضته قبل خمسين سنة مش قبل عشر سنوات وعشرين سنة عندما قام بتحركه إنما قام ليمهل الأرضية وخاصة بالنسبة للشرائح الاجتماعية التي من المفروض أن تكون هي مش وقود الثورة وإنما هي سلاح الثورة وسلاح الدفاع عن هذه الثورة إنما كان يستعمل أسلوب فيه العنف وربما يحرك بهؤلاء عشرات السنين من الظلم التي اعتادوا فيها على الكنوع ولكن النقطة الأساسية التي أريد أن أقولها لأنه عندما ابتدأ ثورته في قم وانتقل بها إلى تركيا ثم انتقل بها إلى العراق ثم طار بها إلى باريس إنما كان هناك في قم نفسها وفي العراق نجف نفسها وفي تركيا نفسها من العلماء وبعض الفقهاء الذين ما زالوا يعيشون في المنحة والصورة التي تكلمنا عنها ولذلك طالما أودي الإمام الخميني في العراق من خلال هذه الفئة الجامدة التي ربما كثير منهم يجعل الضوابط الجامدة وعدم الاقتحام لكي يحمي نفسها هذه تقديرات لذلك أنا سماحت الشيخ يعني فيما فترة العراق كتب الإمام الحكومة الإسلامية لبنى نحكي أيضا عن هذه المحاضرات تصور الحكومة برأي الإمام موقع فلسطين القدس الوحدة الاستضعاف كلها مصطلحات آمنة بها الإمام سنتحدث عنها سماحت الشيخ الدكتور محمد جعف شمس الدين ولكن اسمح لي أن أذهب إلى فاصل سماحت الشيخ محمد جعفر شمس الدين هذا كتاب أو جمع محاضرات نعشر محاضرة للإمام الخميني ألقاها في في العراق حياتا في أمريك أحب أن أثيره ما سمحتك ويترك المجال يوم الخطأ أنه عندما نتحدث عن الثورة أنا باعتقادي كمواطن ومتابع لهذا الموضوع أجد لزاما علي أن ألتفت إلى أمرين لأفهم الإمام والثورة الدستور الإيراني شو بيحكي الدستور قبل ما أحكم على الجمهورية وكتاب الحكومة الإسلامية قبل أن أتكلم عن الإمام اسمح لي سماحة الشيخ الدكتور محمد جعفر شمس الدين لماذا ألقى الإمام هذه الخطب أو هذه الخطبات وهو كان مرجع جيني وفي منفق قصري في العراق تفضل الحقيقة أنا أريد أن أشير إلى نقطة صحيح أن هذا الكتاب هو في الحقيقة عندما نضعه إلى جانب مجلدات ضخمة للإمام وتراث كبير مما تركه الإمام للأمة من الذك والثقافة والعلم والذي يعكس ذوبانه فيما قام به وكان مستعدا أن يضحي بنفسه من أجل الوصول إلى هدفه هذا الكتاب صحيح ألقاه كمحاضرات في النجف الأشرف قبل 25 سنة مثلا أو أكثر شوية هذا هذا كان قد كون نسيجه من 50 سنة من 50 سنة هو ابتدأ به منذ ابتدأ انطلاقته في في خمين وفي قم وفي نفيه الأول إلى تركيا هو هذه زبدة يعني تنظيم التحركات على صعيد جهادي وثقافي وسياسي واجتماعي في هذه المعارة لكي يبلور كل هذه الأمور في هذا الكتاب في الحقيقة وبالتالي الحكومة الإسلامية عندما يريد كما تفضل إنسان عظيم كالإمام الخميني أن يحرر أمة عندنا لابد من حاكم يحكم صحيح والحاكم لابد له من دستور يسير عليه وينفذ أفكاره الإصلاحية من خلال هذا النظام ولذلك عندما تراجع هذا الكتاب كتاب الحكومة الإسلامية هو كان يتكلم بكثير من جوانبه قبل أن يأتي إلى العراق ولكن عندما أتى إلى العراق كما اصطدم في قم مع بعض الفقهاء أو المتفقهين في مواجهتهم له من خلال تسفيه آرائه ومواقفه بل اتهام بعضهم له بأنه هذا محرم هذا التحرك أيضاً اصطدم في النجر نفس بعض النماذج التي كانت ترى في هذا التحرك طبعاً لا أقول بأن الكل وإنما بعضهم ونعرف بعضهم نحن بأنه تصدى للإمام وكان لا يتورع أصلاً عن اتهامه بأشياء أخرى للإمام ومن هنا ألقى هذه المحاضرات وكان له قبول في الحوزة كبير عندئذ لكي يكون عقلية تطلع على أفكاره وتطلعاته ولكي يربيها وفق هذه المفاهيم وأكثر الحوزة العلمية في النجف الأشرف كانت من الإيرانيين وبالتالي ليهيئ الكوادر ونحن نعرف بعضها في مدرسة السيد البرجوردي وفي بعض المدارس العلمية كان لنا اتصال مع بعضها ليهيئ هذه الكوادر هذه الكوادر سمعت الشيخ يعني تسميتنا اليوم سميها النخب نخب لكي تقوم بهذه المهمة التي يريدها الإمام لفت نظري أيضاً في الكتاب حديث الإمام عن تدمير المجتمع الإسلامي كان يركز كتير كيف واعتبر هذا التدمير في ثلاث شغلات فصل الدين عن السياسة وعزل الجهاز الديني أنه علماء الدين أنتم ما يلكن دور بالحياة وخلاص أنتم في المسجد فقط وأيضاً الغرب والتغريب حقيقة يعني أنا أود أن أتحدث عن الحكومة الإسلامية بتفاصيل المعروفة ولكن هنا أود أن أسأل عن أمر خاص سمعت الشيخ عن الفلسفة التربوية عند الإمام في تصحيح أو من أجل أن لا يدمر هذا المجتمع الإسلامي ماذا عن الفلسفة التربوية في فكر الإمام عندما نراجع كل مسيرة الإمام نجد بأن الإمام يركز على عدة نقاط وهذه النقاط الحقيقة هي التي أنا أفهم بأنها هي الدعائم الأساسية التي توصل إلى وضعها الإمام بعد أن غربل كل الأمور والشوائب والأشياء لكي يضع دعائم لمنهجه وهذه الكوادر التي وجه إليها هذه المحاضرات وغيرها هذه جزء بسيط مما تركه الإمام في تلك الفترة إنما ليحموا هذه الدعائم يفهموها أولا ليدركوا مغزاها ثانيا ولكي يتمسكوا بها ويعملوا على تنفيذها وعلى حمايتها وعلى الدعاية لها وتربية أجيال على أساسها ولذلك عندما نراجع الدستور الجمهورية الإسلامية نجد أنه يركز على سد دعائم أساسية هي زبدة أفكاره في كل تحركاته منذ نصف قرم أو أكثر وإلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى أول شيء هي موضوع التصعيد الروحي للإنسان جميل نعم والثانية هي التربية الأخلاقية للمجتمع والثالثة دعام الثالثة هي موضوع الوحدة الإسلامية التي هي ركن أساس لديه بقي منذ بدايات تحركاته قبل خمسين أو ستين سنة كان يضعها في الحسبان لما كان يعيشه في إيران وينظر إلى الأمة الإسلامية فيجد أنها مصابة بهذا المرض هو موضوع الوحدة الإسلامية والشيء الرابع هو موضوع ولاية الفقه والشيء الخامس هو موضوع لا شرقية ولا غربية والشيء السادس هو موضوع الغد السرطابي الإسرائيل ويجب استئصالها من الأمه هنا سمحت الشيخ هذه النقات هاي بدنا نتحدث عنها وحدة وحدة لو سمحت لي خلني حكي عن بداية وحدة الإسلامية لنظرها للإمام يعني ربما كان الوقت كان أحب عليه نتكلم على الولايات ومع الولايات الفقه وغيرها من الأمور ولكن الوقت أصبح وداهمنا الآن حقيقة سمع الشيخ ولكن ودءا استثمر الموضوع نتكلم شعر لا شرقية ولا غربية هذا الدعم الدعم من الدواعم السد ماذا يريد الحقيقة أن الإمام قدس سره كان منذ البدايات أيضا كما يوجد الآن كما كان يوجد في الماضي القريب وليس البعيد رأسان يحكمان العالم وهما ما يسمى كان بالاتحاد السوفيتي وما يسمى بالمجتمع الغربي الغربي ولذلك نجد في كثير من كتاباته وآثاره التي تركها هو بيان مفاسد كلا الطرفين صحيح يعني ولذلك كان يوجه بشكل عام في خطاباته في تلك الفترة إلى أنظار الأمة الإسلامية والشعب الإيراني بالخصوص يوجهها إلى ماذا إلى التحذير من هذين الرأسين نعم صحيح ويعبر عن ذلك تعبير فعلا كثير هو تعبير حديث يعني مؤاصر ما كان موجود في السابق وقد لا نلتفت إليه قبل خمسين أو ستين أو سبعين أو مئة عام وهو ما يسمى بأيديولوجية الأيديولوجية الغربية التي تقوم عليها يقوم عليها المجتمع الغربي وهو الرأسمالي والأيديولوجية التي يقوم عليها المعسكر الشرقي وهو الماركسية وبالتالي دخل في عمق هذين المفهومين ودمرهما حتى أني أذكر أنا في سنة من السنوات وكان ما زال أظن في باريس وجه رسالة إلى جورباتشوب رئيس الاتحاد السوفيتي ينصحه فيها ويدعوه فيها إلى الإسلام نعم بعد انتصار الثورة ويبين مفاسد الماركسية والشيوعية نعم نعم وعندئذن نجد بأن الإمام سلام الله عليه حقيقة رضوان الله عليه هذا الإمام كان إنسانا في قمة الثقافة التي يقتصر عليها بعض الفقهاء في الحوزات العلمية وهي الثقافة التقليدية الحوزوية التي ليس لها أي طلاع على ما هو فارج هذه الحوزة لا تسمعها الثقافة الغرف المغلقة فلذلك نجد بأن اللاشرقية واللاغربية منذ البدايات الإمام كان يضع ويتكلف بها ويضعها مصيبة من المصيبات نعم وأنه يجب أن نعمل بالمفهوم القرآني باعتبار قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول وعليكم شيء وذلك نحن سمحت الشيخ يعني في فتر يعني هذا موجود موجود في أصل الدستور هذا الشيخ نعم هذا موجود في أصل الدستور ضمن سياق كلامكم سمحت الشيخ يعني حقيقة قرأت كتير كتابات عن الثقافات الخمينية والبعض لاحظ بأن إدوار سعيد الذي كتب كتاب نقد الاستشراق تزامن كتابه مع انتصار الثورة ثورة الإمام الخميني تصرت أم كتب الكتاب كأن كما تفضل سمحت الشيخ أن الإمام أثر حكما حتى في في مقاومة هذا الاستعمار الغربي الذي يعتبر أسس تدبير المجتمع لذلك إذا انتقلت مع سمحتك إلى نقطة أخرى القدس وفلسطين أو بالأحرى أسبوع الوحدة هذا الموضوع الذي كان يسميه دائماً الإمام وأيضاً مصطلح الاستضعاف هذه شابكت هالمصطلحات مع بعض البعض خلني أبدأ معكم سباح الشيخ بمصطلح الاستضعاف أيضاً هذا مصطلح استخدمه الإمام من أجل تثوير الأمة لماذا هذا هذا المصطلح الحقيقة قلت في البدايات لهذه الندوة بأن كل ما صدر عن الإمام كان منصهراً فيه مع المفاهيم والمبادئ والمصطلحات والقيم الإسلامية صحيح الآن مثلاً تقولون بأنه الاستضعاف خل نجي كنا عم نحكي بالاستكبار لم يقبل الإمام أن يعبر مرة واحدة بما نعبر به نخن وكنا نعبر به من كبار المثقفين والعلماء وإلى الآن يوجد أيضاً كثير من الناس يعبرون به وهو الاستعمار الاستعمار ليس مفهومة قرآنية ولذلك استبدل الإمام رضوان الله عليه كلمة الاستعمار التي هي في غير موقعها بالنسبة لشعوبنا بالاستكبار بالاستكبار العالمي ولذلك يعبر بالاستكبار الغربي والاستكبار الشرقي وأن هذين الاستكبارين ليس في نظرهم مصلحة الشعوب والأمم وإنما يريدون أن يدلوا هذه الشعوب والأمم ويحطمون معنوياتها لكي ينهبوا ترواتها وبالتالي إذن الاستضعاف هو موجود في القرآن الكريم هو الذي استعمر في القرآن الكريم يوجد أنه يقولون يقولون كنا مستضعفين في الأرض قال أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها والقتال من أجل أخذ حقوق المستضعفين أيضا موجود في القرآن وبالتالي هذه المفاهيم إنما كانت تصدر من الإمام باعتباره منصهرا معها ومصهرة فيه وبالتالي كان ينطلق من دون ضوابط خوف الآخرين مثلا بيجي دوري أنا بيعلقوني على المجنأ بيأكلوني كذا هذا ما في منه عند الإمام كان بصدره العاري يحارب أعتى نظام في منطقة الشرق الأوسط الذي صنعته أمريكا نظام محمد رضا بهلوي صنعته أمريكا لكي يكون حامياً لإسرائيل ولكي يكون سوقاً لتجارة الأسلحة الأمريكية التي لا يقبل منه أن يستعملها إلا ضد الشعوب المستضعفة في هذه المنطقة وأيضاً كما صنعت أمريكا الاستكبار الأمريكي الغربي الرئيس مالي صنعت ملك وعرش محمد رضا بهلوي الاستكبار لبريطاني هو الذي زرع والده قبله من أجل الوصول إلى نفس الأهداف هذا الاستكبار هذا الاستكبار عند الإمام قدس السره يعني وإسرائيل كان يعتمرها أيضاً من أتباع الاستامر وهي مشكلة لإيران يشكر فاهمي لهويدي في كتابه إيران من الداخل سمحت شيء أنه في بدايات الثورة الإمام الخميني الذي قدس السره جمع أعضاء الثورة وقرر أن يعطي أن يعطي إحدى الجزر الثلاث للثورة الفلسطينية هل تعلم هنا؟ إحدى الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى هؤلاء ثلاث جزر فكر الإمام أن يعطي أحد هذه الجزر إلى الثورة الفلسطينية كان وقتها أبو عمار الله يرحمه فعلى أساس لكي يقول لكي يقول أنتم مستضعفون خذوا هذا مصدر مالي لكي لا تبقى الثورة مرهونة إلى أحد فكوا قيودكم من هذا الاستعمار أو من هذا الاستكبار الإسرائيلي حقيقة أنا سماحة الشيء موقع فلسطين في فكر الإمام وخاصة أني أشرفت على نهاية هذه الحلقة وخاصة أني سوف أترك لك أيضا كلمة أخيرة كيف تقرأ موقع فلسطين في فكر الإمام الحقيقة الإمام عندما نراجع أكثر ما خلفه من آثار خطب وبيانات وتقارير وموائد ومع العسكريين ومع المدنيين ومع الكبار ومع الصغار ومع الشعوب الإسلامية بشكل عام يبدو بوضوح أن البوصلة كانت الأساسية مع بوصلات أخرى في الداخل كانت موجهة إلى القدس وإلى فلسطين ولذلك كان يرى بكل جرأة ويقول بكل جرأة ويخطب بكل جرأة ويكشف عن نواياه بكل جرأة بدون أن يكون هناك قفزات كما يقولون اليوم يسمى معذرات وأشياء لا أساسا لها من الصح كان يقول بأن إسرائيل غدة سرطانية إسرائيل هذه هي التي اختصبت فلسطين ويركز على هذا الموضوع ويصرح بأن هذا كيان طاغ باغ مجرم إلى آخر الأمور وأنه هو الذي سلب أرض شعب فلسطين وشرد شعب فلسطين في أقطار الأرض هذا عندما نراجع بعض كلمات فقط أو كلمة أو كلمتين من أقواله نجد بأن الذي أوجد فلسطين هو كل المعسكرين الشرقي والغربي الماركسية والأديولوجية الماركسية التي الاشتراكية التي صنعت فلسطين بالتعاون مع الاستكبار الغربي الذي هو ذو أديولوجية رأسمانية وبالتالي يجب على الأمة الإسلامية أن تحرر فلسطين أن تسترجع فلسطين أن يطرد اليهود وهؤلاء أو الصهاينة من فلسطين وأن فلسطين لا يمكن أن تبقى على الإطلاق اسمحوا لي ولذلك أيضاً مش بس هيك تمنيات وخطابات أنا كنت في بدايات الثورة كنت في طهران وبالتالي كان في مهرجان كبير عرض عسكري كبير ويومها أعلن الإمام وجوب إنجاز جيش البسيج الذي يجب أن يكون عشرين مليون نسمة نعم وكان ياسر عرفات موجود كان ياسر عرفات موجود وأنا بإلك بأن يومها أنا شخص بإمامتي وكان كنا مدعوين رسمياً نحن شايف كيف نازلين في شارع أولاً هذا الشارع اسمه شارع فلسطين كان هناك فندق فندق كان فندق نازل في الضيوف وكان السفارة الإسرائيلية كانت في ذلك الشارع أول عمل عمله الإمام والثورة هي أنه طرد الإسرائيليين وأقفل كل مفاتيح وقنوات التعاون مع إسرائيل وسلم السفارة التي كان فيها الصهايرة سلمها لمنظمة التحرير الفلسطينية أكثر من هذا حتى على صعيد التعامل الشكلي الاجتماعي كنا نحن ننزل في الطابق الثاني مثلاً ياسر عرفات كان ينزل في أعلى طابق في الفندق نحن ليس عندنا حراسة هو عنده حراسة كاملة وهكذا فدائماً كان الإمام فلسطين تعيش في عقله في قلبه لذلك أنا حقيقة سمحت الشيخ محمد جعفر شمسدين أن انتهيت الوقت المخرج عندما قل لي خلص خلص نبق في مجال ولذلك أنا سوف أترك مجال استدراك من المخرج في دقيقة واحدة سمحت الشيخ كلمة أخيرة هذه حقيقة ما يتعلق بنهج الإمام إنما صنعه الإمام قبل أن يبدأ بثورة هذا النهج إنما كان خارطة طريق للثورة واستمرارها وتناميها بعد وفاة هذا كان واضح أني من خلال ثقافتي في فكر الإمام أنه لم يكن ينظر إلى الثورة ولم يرضى لهذه الثورة أن يكون فيها صنماً يعبد ولأنه يعتقد بأن السير خلف شخص من الأشخاص إذا تمحور الشعب كله حوله سوف يصل إلى نقطة أن يتحول إلى صنم وتتحول الثورة إلى صنمية وبالتالي بعد وفاته تتلاشى وتذهب وإنما أراد أن يكون نهجاً هذا النهج لا يستطيع أحد في إيران من كان فليكن وهذه قلتها قبل أكثر من 15 سنة من هذا التلفزيون هنا أنه كل ما تضمنته وصية الخالدة للإمام وهي عبارة عن هذه الأركان الـ 6 لا يمكن لأحد أن يغيرها سمحت الشيخ محمد جعف شرمس الدين شكراً لك على الحضور وأيضاً أجدد المباركة انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران مرة ثانية وأنا بدوري أشكركم على هذه الندوة أهلا وسهلاً لكم وأتمنى لهذا الموقع الإعلامي المهم والخطير والخطير يعني بمعنى أنه يخيف الأعداء أهلية الموضوع يخيف الأعداء أن يزدهر شكراً لك سمع الشيخ شغفتونا شكراً والحمد لله رب العالم مشاهدين المفكر والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه مدافع آية الله يقول عن الإمام الخميني قدس سره هو رصاصة منطلقت من عص صدر الإسلام واستقر في القرن العشرين وأضيف أقول الإمام الخميني قدس سره في القرن العشرين أعطى لكلمة الله أكبر معنى فثورة الإمام هي فتح الفتوح كما يقول الإمام القائد الخميني مشاهدين إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج أحسن الحديث وللحديث صلاة إلى اللقاء